بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله على كل شيء قديرا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق بقاةه ولا فموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاد لله وإياكم من عذاب النار أحبتي بادئ لبدء نطلق منكم أن تتقدموا أحبتي في الله لولا أن الله سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لضغوا وبضوا وعتوا وتجدروا في الأرض كما قال تعالى ولو بسض الله الرزق لعباده لبضوا في الأرض إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضى عن الله قد فاز الرضي المراقب وكم نعمة مقرونة بذلية على الناس تخفى والبلايا ومواهب وقد بيّل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام الوسائل المفيدة والنافعة لدفع البلاء نسأل الله أن يفرج كرباتنا وكربات المسلمين وأن يرفع عن البلاء إنه وليل ذلك والقادر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغني حذر من قدر لا يغني حذر أن تحذر هذا لا يغير الأقدار وإن كنا مغمورين بالحذر خذوا عذركم ولكن رغم ذلك فإذا قضى الله أمرا فلم يغيره الحذر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتدجان أن يتدافعان ويتصارعان إلى يوم القيامة فبالدعاء تكشف الغمة بالدعاء يكشف الله الغمة ويزيل الهموم نسأل الله أن يفرج علينا جميعا وكذلك فإن الدعاء يرد القراءة والقدر قبل نزوله أو بعد نزوله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القراءة إلا الدعاء وقال في لفظ آخر عليه الصلاة والسلام أدعو فإن الدعاء يرد القراء وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء فذلت هذه الأحاديث الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الله جل جلاله يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد فهو من قدر الله كذلك فالله قدر على العبد أنه لم يبتنى لأنه سيدعو وهو القراء المكتوب في اللوح المحفوظ فالقراء مراتب منه ما كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا القراء هو الذي لا يتغير ولا يتبدل وأما القراء الذي تنزل به الملائكة أي البرنامج إما اليوم وإما السنوي هذا البرنامج الذي عند الملائكة هذا القدر يمكن أن يبدل ويغير على حسب القراء الذي هو في اللوح المحفوظ فربما لدى الملائكة أمر بإصابتك بمرض ولكن الله العليم الخبير سبحانه وتعالى يعلم وسبق علمه أنك ستدعو أو أن أمك ستدعو لك أو أن أباك سيدعو لك أو أن أخ أخا لك سيدعو لك في رهر الغيب وبهذا الدعاء يقمر الله جل جلاله الملائكة بأن ينحو ما كتب في برنامجه وأن يضع مكانه شيئا آخر وبذلك يصرف السوء ويصرف البلاء من أجل ذلك عبتي لا يصح من تشر على ألسل الناس من الدعاء اللهم إني لا أسألك رب القضاء ولكني أسألك اللطف فيه فهذا لم يفبت عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بل ثبت عنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فبالدعاء يبعد الله سبحانه وتعالى شر القضاء نسأل الله أن يصرف عنا شر ما قضاء فينبغي إذن أعبة أن نفهم أن الدعاء والقضاء له ثلاثة مقامات أما المقام الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه لاستكماله شروط واتبات الدعاء ومستحباته الذي يدعو الله من أعمق قلبه بكل يقينه وبكل توكله وبكل رضا عن الله جل وعلا فهذا الدعاء الذي ينفع بحول الله تعالى في رضي القراء وأما النور الثاني وهو أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيقصاب به العبد لنفس في الداعي من ذلك قلة اليقين أو سوء ظن بالله أو الغفلة أو ذنوب أصبحت حجبا نسأل الله أن يسر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وغير ذلك مما لا يستكمل به العبد شروط الدعاء وواجهاته وأما النور الثاني أن يتقاوما ويمنع كل منهما صاحبة فهذا هو الدعاء أحبتي نسأل الله أن يتقفل دعاءنا وأن يلهمنا الدعاء الصالح الذي به نصل إلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكسر والعجز في الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز في الدعاء وأدخل الناس من بخل السلام أسأل الله أن يتقبل دعاءنا وأن يلهمنا رشدنا إنه ولي ذلك وقال عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن التابعه أحبتي في الله مرة أخرى بعد إذنكم نطلق منكم أن تتزاهن وتزاهن الله أخيرا أحبتي شمسة تروني أحبتي 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 لكن ستون قد يعدوا فضلك لكي لا تأثير ستوى لكي لا تشاهدوا ايضا ستوى لكي تساهدوا متى في مرة أكثرية الله خيرا أرنى الله سبحانه وتعالى فضلك يحيط تحيطان مع حيث سيئة ويهونهم أكثر حيث سيئة هم يريدون سيئة so wie auch die Medizin bitter sein kann und so wie eine Operation Schmerzen herbeiführen kann. Aber es wird besser werden nach einer OP. Es wird besser werden nach der Einnahme der Medikamente. Und dies macht den Gläubigen aus. Diese Erkenntnis, dass die Schicksalsschläge und Prüfungen, أن يستمر ورحمة ورحمة إليه أن تكون في حالة جزء ورحمة أكثر . من يستمر أن يستمر ما يفعل الله يستمر أن هناك وأنه يستمر أن يكون أن يستمر أن يستمر أن يكون كله وكذلك ومع المترجم بسدعه الدى المعرمى ورحمة الله وطعاله توفهم من حيوال الله وقد لأح، حلول الله سيتي جيدة للحراء سيادة 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 وygusal سيادة 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 كان بسيط وز ما ينشارع الجانس لذا يتغير الت التالي لذا يتغير التى لذلك يحصل إلى الله عندما يشعرون الجميع ليسوا محطاً، حينما يحصل للهولدى للهولد الله يعاني الله يعاني الله يعاني وعنى وعنى الله محطاً لكن إن ما يوافظ اللي يعلكم لذلك jaws ليسوا ليلوا ول saving ميانج بس nuances سمكون 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 السر jos نميانة بذكر أننا مجمل لديهم أنحا neuron كان هذه وتمجد الماضي يجب أن تبيتي فو ظهر محطان المحطان إنه البريط ساله لم يترك سيدنا لا يترك لا يترك سيدنا و لكن أن تبراف أن تبراف إيرانا نحن النيان هذا أننا أقلن لا يتقال أن نؤ أي شيء إننانا بمهدم إننا يمتلك تحديم في حضور قامة علينا أن نستطيع أن نحض محطة Sondern wenn wir uns den gesamten Koran und die gesamte Sunnah Dann sehen wir, dass Allah sagt, nehmt Acht Er sagt, seid vorsichtig Was bedeutet es dann, wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt Vorsicht schützt nicht vor Schicksal Das bedeutet in einigen Fällen Selbst wenn du vorsichtig bist, aber Allah mit dir Gutes vorhat Und diese Behandlung, die bitter ist und schmerzhaft ist, vonnöten ist Dann wird deine Vorsicht auch nichts bringen Dann sei zufrieden mit der Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala Der Arzt sagt dir, sei vorsichtig bei deiner Nahrung Sei vorsichtig beim Sport Sei vorsichtig bei deinem Leben Aber vielleicht trotz Vorsicht Und in der nächsten Behandlung beim Arzt sagt dir der Arzt Trotz der Vorsicht, wir müssen die OP machen Und so ist es mit dem Schicksal Vielleicht warst du vorsichtig, wie es Allah von dir verdammt hat Aber die OP muss gemacht werden Dieser Schicksalsschlag wird dich in eine bessere Lage versetzen Und trotzdem sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم Wie wir Schicksalsschläge entkommen können Er sagt, und das Bittgebet nützt vor dem, was herabgesandt wird Also vor den Prüfungen und vor den Vorherbestimmungen, die vom Himmel herabgesandt werden Und die Prüfung trifft auf das Bittgebet zu Sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم So werden sie gegeneinander kämpfen Bis zum Tag der Auferstehung Das bedeutet Wenn die Prüfung herabsteigt Und dein Bittgebet hinaufsteigt zu deinem Herrn subhanahu wa ta'ala Dann kommt es zu diesem Konflikt zwischen Schicksalsschlag und Bittgebet Der Stärkere gewinnt Der Stärkere gewinnt Wenn dein Bittgebet aus tiefem Herzen herauskommt Mit Gewissheit und Vertrauen auf Allah Ohne Zweifel und schlechte Gedanken über Allah Dann wird dein Bittgebet dieses Schicksal bezwingen Wenn du aber deine Bittgebeten emporsteigen lässt Voller Zweifel an Allah Voller Zweifel an die Macht Allahs Mit mangelndem Vertrauen Oder mit Gleichgültigkeit Ob Allah dir hilft oder nicht So ein schwacher Bu'ala Hat keine Chance gegen einen Schicksalsschlag von Allah subhanahu wa ta'ala Dabei müssen wir wissen, liebe Geschwister Dass wir zwei Formen des Schicksals unterscheiden müssen Die Vorherbestimmung Die in der wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben wurde Diese wird nicht verändert Die wurde beschrieben 50.000 Jahre Vor Erschaffung von Himmel und Erde Aber welcher Schicksal wird geändert? Jener, der den Engeln gegeben wurde Die Engeln bekommen täglich den Tagesablauf Wer wird krank, wer wird sterben? Was wird gegessen? Wo wirst du hingehen? Und so weiter Dein Tagesablauf Das ist die Vorherbestimmung Die tägliche Dann gibt es auch die jährliche Vorherbestimmung Der Jahresplan deines Lebens Diese Pläne in Händen der Engeln Werden geändert Je nachdem, ob du nun Bittgebete aufgesagt hast oder nicht Und daher gehörte zu den Bittgebeten des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Und schütze uns und wende von uns ab Das Schlechte dessen, was du vorherbestimmt hast Und daher soll man nicht eben einen im arabischen Raum verbreiteten Dua sagen Oh Allah, ich bitte dich nicht um Abwendung des Schicksals Sondern ich bitte dich um Feinfühligkeit, wenn du mich grüßt Dieser Dua wurde nicht vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert Sondern der Prophet alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sagte Wende von mir das Schlechte ab Aber du musst wissen, dass es eben einen starken Dua gibt Mit Aufrichtigkeit, mit Liebe zu Allah ohne Sünden Aber wenn du den Weg, die Bahn des Bittgebetes zu Allah mit Hürden füllst Hürden von Sünden und Zweifel und anderen Sünden des Herzens Dann wird dein Bittgebet nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala emporsteigen Und so mahnte uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abdu'a aufzusagen So sagte er Bittet Allah Denn die Bittgebete wenden die Schicksalsschläge ab Und Abdu'a bringt was gegen das, was herrach gesandt wird So bittet, O Diener Allahs, euren Herrn Das bedeutet, liebe Geschwister Wir müssen alles tun, was wir tun können, um unsere Situation zu verbessern Und wir dürfen die Hoffnung nie verlieren Denn derjenige, der die Angelegenheiten lenkt, ist unser Herr Subhanahu wa ta'ala Allahumma sallim قلبه من كل سوء Allahumma raf'a al-hudda'a Wanzil al-hudda'a Wabalik fi'l-dwa'a Allahumma r'dah'u'a ila ahelih sallim'a Wawafan minkul sön, ya rahmah rachimimim كذلك bittu Achina Ilyas Wulidt وهي في شهرها الخامس فخرجت إلى الأرض مبكرا وهي منذ ذلك الحين منذ أشهر في المستشفى في العناية المركزة فاللهم يا من تحيي الموتى يا حر يا طيوم يا خالق يا رزا اللهم ارزق ابنة أخين إلياس الحياة الطيبة اللهم احفظها بحفظك اللهم يرب العالمين ذلك في صحتها اللهم بارك في سمعها ووصلها وفي أعضائها يد الجلال والإكرام اللهم يسر لها المجوع إلى أبيها وأمها سالمة الآلمة سليمة صحيحة يا أرحم الراحمين وكذلك هناك أخت في حادة حرجة اللهم يا جلال والإكرام نسألك من اسمائك الحسن وصفاتك العلا أن تفرج كربتها اللهم اشفيها شفاء لا يقادر صفما اللهم ألبسها لباس العافية يا أرحم الراحمين وهناك أخت ثانية أصيبت بالسلطان فاللهم رب الناس أذهب عنها البأس واشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لغاية المسرمة اللهم أبعد عنها دورهم اللهم اشفيها منه يا أرحم الراحمين ثم عربة تكرم الله علينا بقدوم إخواننا جزاهم الله خيرا من ضراح مدينة غسطوك من ألمانيا الشرقية وقد ذكر أخونا جزاهم الله خيرا الواقع الذي يعيشونه من قلة بيوت الله التي في أيدي المسلمين في بركهم وهذا شرف لنا أمن الله علينا بأن نقدم شيئا لهذا الدين فاللهم يدى الجلال والإكرام من أنفق لهذا المسجد اللهم اغفع رجاته في عده واشفم الله واضح موتاه وبارك في ذريته يا أرحم الراحمين من أنفق لهذا المسجد اللهم ابن له بيتا في الجنة ولوالديه ولأهله يا أرحم الراحمين اللهم من أنفق لهذا المسجد فارسقه لذنة نظري إلى وجهه واخفر ظنوبه يا أرحم الراحمين اللهم من أنفق لهذا المسجد بأجل إعلان كلمته لا إله إلا الله فاللهم ارسقه قول لا إله إلا الله قبل الممات وصل اللهم وسلم وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين